قبائل حجور تنتقل من الدفاع إلى الهجوم في مديرية كشر تحول أثار اهتمام المتابعين لسير المعارك الدائرة حالياً بين هذه القبائل من جهة والعناصر المسلحة التابعة لميليشيا الحوث المجهزة بأسلحة الدولة والتي تحاصل المديرية من جهة أخرى فالأنباء الواردة من مديرية كشر الواقعة إلى الشمال الشرقي لمحافظة حجة والمتاخمة لمحافظة عمران تفيد بأن قبائل حجور سيطرت خلال معارك الساعة الماضية على مناطق استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي هذا الانتصار الكبير تحقق في أول هجوم تشنه قبائل حجور على مواقع الميليشيا التي كانت تقوم بقصف قرى منطقة العبيسة بكشر انطلاقاً منها وأهم هذه المواقع حصن جبل المنصور الاستراتيجي ومنطقة قرعة ووفقاً لمصادر ميدانية فقد شهدت مناطق المواجهة اشتباكات عنيفة دارت بين مسلح قبائل حجور وعناصر الميليشيا المتمركزة في منطقة الحديتين وفي الان نفسه تلقت عناصر الميليشيا ضربتين جويتين من طيران التحالف استهدفت مواقعها في منطقة القيم الواقعة بين منطقة السادة ومنطقة آل الدريني وفي الأثناء صدت القبائل هجمات متفرقة للميليشيا على مناطق الدرب وذريبان في الجنوب الشرقي للمديرية وكبدتها خسائر فادحة في الاعتاد والأرواح وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيا ويعتمد مقاتلو القبائل في كشر على إمكانياتهم الذاتية في التسليح وفي التعامل مع الإصابات بعد أن أقدمت الميليشيا على استهداف الوحدة الصحية الوحيدة الموجودة في منطقة المواجهات معارك كشر التي تخوضها قبائل حجور منذ عدة أيام ضد الحوثيين تمتد جذورها إلى ما قبل 2012 حيث وقفت قبائل حجور التي تتوزع أيضا في معظم مديريات غرب حجة أمام المحاولات المتكررة لميليشيا الحوثي لاقتحام المديرية وخاض الطرفان معارك عنيفة تسببت في نزوح المئات من العائلات إلى مناطق مجاورة وإلى العاصمة صنعاء وتأتي المحاولة الأخيرة للسيطرة على مدرية كشر مدفوعة بالمخاوف التي تسيطر على الميليشيا من إمكانية اتساع نطاق الرفض الشعبي في محافظة حجة لسلطة الأمر الواقع التي تفرضها من صنعاء على واقع التقدم العسكري الذي يحققه الجيش الوطني عبر مديرية حيران باتجاه مديرية مستبة المتاخمة لمديرية كشر من الناحية الغربية